أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام في فقرة فيس توفيس حيث الأخبار والمواضع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي داما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم أول حدث وأول موضوع في برنامجنا لهذا اليوم هو المشروع الذي حاربه الجميع الجميع قالوا أنه لن يحصل خاصة في العراق لن يأتي تباس ولن يأتي دور المحترفين ولن نشاهد ملاعب جميلة ولا دور منظم قالوا وقالوا وقالوا كيل من التهم أطلقت من قبل البعض تهم أقل ما يقال عنها بأنها واهية ما بها حجة ولا دليل ولا برهان لمجرد أنه يحاربون الشخص المعني وهو عدنان درجال قد نختلف كثيرا مع عدنان درجال وقد نتفق أيضا نعم لديه أمور كثيرة لديه تخبطات لديه أيضا عمل مميز لديه أمور ممكن ما نرضى عليها بنفس الوقت عندها أمور حلوة وشفت كثير الأمور اللي سواها بس ما قبل يومين أو تلف أيام من توقيع العقد تبدأ بعض البرامج بكيل وجارف من التهم سيل جارف من التهم واه 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 والعقد ما راح يصير وما راح يتوقع وما راح يجي خافي ارتباس والعقد به أي أمور وشغلات موزينة وكل هذا راح وصار على قولتهم ليمون للبعض للبعض ليمون يرادلهم وشوي يعدل لأنها سدايخينهم برعاية من معالي دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد الشياء السوداني وبمباركته أيضا تم توقيع العقد عقد دوري المحترفين العراقي ومشروع الحلم 2030 مشروع الحلم للفئات العمرية بمباركة ورعاية السيد رئيس الوزراء محمد الشياء السوداني خافي ارتباس رئيس اللاليقة موجود في بغداد وصل راح وقع العقود اجاب مؤتمر صحفي بيين للناس شنو اللي راح يسويه في الدور العراقي راح فيما الله فيما الله الناس قالوا لا والله ما يجي الناس قالوا الدوري ما يصير الناس قالوا يا محترفين اشتحشون التو الناس تريد الدوري 24 فريق على مودة الهيئة العامة وصوات الهيئة العامة وناس تريد الدوري 14 فريق 16 فريق منظم ومحترف احسن من الكثرة اللي ما لها داعي نحتاج نوعية مو كمين 20 نادي وما مستفادين خبه سويها 16 14 نادي ودوره محترفين عن الكسبان بالنهاية عن الكسبان ما راح يصير شيء مثلا مو حلو ما راح يصير شيء بس تقرف الأصوات اللي هي العامة 20 فريق يسعى البعض إلى وضعهم يعني بالدور يصير 24 فريق هنا يكيف يكيف 24 فريق عيدوا جابه فبالنهاية ما لهذا الموضوع اللي يريد نختمه ما لالناس اللي يردون دوري عام شوية ليمون يعني حاولوا تنسون الموضوع نرجع الموضوع اللي هي دور المحترفين دور المحترفين مشروع أطلق الكاتن عدنان درجال برعاية رئيس مجلس الوزراء أصر على إقامة دور المحترفين أصر على توقيع العقد مع اللاليقة الإسبانية لدرجة أنه البعض يقول إسبانيا ما عندها فلوس فجاة تستفيد من العراق نسوي معسكر يمهى تدريبي لو نوقعوا لها عقد خمسة مليون دولار العقد تدري لو لا خمسة مليون دولار نقطة ببحر من السرقات اللي كانت تصير بزمن الحكومات السابقة بالوزارات بالدوار الحكومية نقطة ببحر خمسة مليون دولار اللاليقة الإسبانية راح تشرف على الدوري وتسوي له بدوره محترفين منظم فقط فقط لا أكثر خلال ثلاث سنوات ممكن راح تصير أخطاء بالموسم الأول وارد أي شي جديد يصير بأخطاء ممكن راح تصير تخبطات واردة أيضا أول سنة ننطيها طرح خلي خلي بها أخطاء خلي نسبة النجاح بها ستين بالمية خمسين بالمية عمي راضين السنة الجاء الثانية السنة الثانية ممكن تتلاشى الأخطاء ممكن تصير نسبة النجاح سبعين ثمانين بالمية عادي مو مشكلة خطوة بخطوة إذا من أخطأ من أتعلم خطوة بخطوة السنة الثالثة أصل للكمال دور المحترفين أطبق معاييره مية بالمية وبالمناسبة اللي يزعل خلي يزعل واللي يرضى خلي يرضى هاي المصلحة العامة تقتضي أن نحن نسودر ومحترفين سمعة الكرة العراقية اللي بسبب البعض صارت للأسف زين للأسف ما أريد أفتح الملفات وأفتح المواضيع بس أقول خلوا فرحة التعاقد بعدها خلي البعض يضوج وينقهر خلي الناس اللي كانت تضرب بالعقد وتضرب بالاتحاد وواقعين دك خطيئة دك ما يصير ما يصير ما يصير زين هسا شنو الوضع هسا قلوا لي وضعكم شنو يا أخي انتقد عدنان درجال انتقد عدنان درجال طبيعي جدا انتقده بس بس انتقده نقد بالنا انتقده مني خطأ مو انت والله كل شي ماكو كل شي ماكو بس لانه قرر يوقع عقد شلون انت تضوج منه لا اروح اضرب العقد اسوي لي حلقات وبرامج وسلسلة واجيب ضيوف العقد هذا العقد فاشل وكو احنا كنا نعرف انه انه هاي امور وتصريحات منتفق عليها تطلعون اه فاشل العقد ما يجي خافي ارتباس لا ليقى شنو بله الدور الاسباني شنو لدرجة ناس قامت حتى تستهزئ بالدور الاسباني هو الله يريد يفضحهم الله يريد يفضحهم على العموم خلينا نشوف البيانة اللي نزل في الصفحة الرسمية طبعا هاي الصورة من اللي تجمع خافي ارتباس عدنان درجال ومن فوقهم رئيس مجلس الوزراء مكتب الاعلام لرئيس الوزراء نزل بياني يقول رئيس مجلس الوزراء سيد محمد الشياع السوداني يرعى توقيع عقد الشراكة بين الاتحاد العراقي لكرة القدم ورابطة الدور الاسباني لا ليقة رأى رئيس مجلس الوزراء سيد محمد الشياع السوداني اليوم الأحد عقدين للشراكة بين الاتحاد العراقي لكرة القدم ورابطة الدور الاسباني لا ليقة لقامة دور المحترفين العراقي الموسم 2023-2024 ووقع العقد عن الجانب العراقي رئيس الاتحاد الكرة السيد عدنان درجال فيما وقعه عن الجانب الإسباني رأيس رابطة الدور الإسباني لاليقة السيد خافير تيباس وأشهد سيادته بخطوة اتحاد الكرة التي تهدف إلى النهوض بواقع كرة القدم العراقية مشيدا بموقف لاليقة وتضامنها مع ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف عدد من المشجعين الرياضيين في مقهى بلد في صلاح الدين قبل سبع سنوات تذكرون هذه الحالة لمشجع الريال مدريد في مقهى المقهى انفجر عصابات الإرهابية في المباراة قبل أن تبدأ طلعوا ضحايا العراق وضامنوا مع العراق في حينها وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء ضرورة تعتماد العمل الاحترافي في جميع مفاصل الرياضة العراقية وليس كرة القدم فحسب مشيرا إلى حرص الحكومة على تطوير الرياضة العراقية بكل مؤسساتها وتكييف القوانين السارية لأجل تصحيح مساراتها بما يعزز حضور العراق في المحافلة الرياضية الخارجية من جانبه عبر السيد تيباس عن تقديره التعاون مع الاتحاد العراقي لكرة القدم مؤكدا بذل الجهود من أجل إنجاح المشروع الذي وصفه بأنه أكبر من مجرد كرة قدم نحو تعاون أوساء لتنشيط الرياضة في العراق فيما أكد رئيس التحدي الكرة الكاتون عدنان درجال إن العقد الموقع مع لا ليقة يتضمن شقين أساسيين الأول تطوير المواهب الكروية العراقية والآخر رعاية الدور العراقي للمحترفين ويخص العقد الأول المبرم هنا التفاصيل بين التحدي الكرة ورابطة لا ليقة الإدارة والإشراف الإدارة والإشراف على تنفيذ دور المحترفين العراقي وتعين مدير تنفيذي إسباني لإدارة المشروع وكذلك أعداد فريق عمل عراقي تقوم رابطة دور المحترفين بتدريبهم لإدارة اللجان العامل على تنظيم مسابقة دور المحترفين وفي ضوء العقد الأول تتولى الرابطة جميع الإجراءات المتعلقة بتسويق مسابقة الدوري عبر التنسيق بين الإدارة التنفيذية لدور المحترفين العراقي والمقر الرئيس لرابطة الدور الإسباني في مدريد أما العقد الآخر هو مشروع الحلم 2030 ويتضمن قيام رابطة لا ليقة بتطوير المواهب الرياضية العراقية في مجال كرة القدم كما تتولى الرابطة إقامة الدورات التدريبية والتطويرية للعاملين في مراكز الموهبة كافة من مدربين وإداريين وغيرهم وتكون هذه المراكز الرافد الرئيسي لدعم المنتخبات الوطنية هذا هو التفاصيل طبعا مثل ما تشوفون الصور هاي الصورة هنا تلاثتهم يضحكون هاي هم كارثة يعني بصراحة طبعا ناني ش راح أسوي هالمرة هالمرة راح أسوي التعليقات مباشر نقرالكم التعليقات طلح المباشرة من الصفحة من المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي زين ها هذا الخبر ها هذا البيان مثل ما تشوفون خلي نقرأ التعليقات لايف زين نخلي شوف شنو أجد التعليقات شنو أحدد التعليقات ونقراهن بعد ما نشوف يعني آخر صورة طبعا هاي الصور لا ليقة واتحاد العراقي والسيد رئيس مجلس الوزراء زين يقول حيدر يقول خطوة أحسن خطوة التوفيق والنجاح أما عبد الرحمن يقول خطوة تحسب لرئيس الوزراء منها للأعلى بجميع المجالات إن شاء الله أما حسين يقول والله واقف وكفة الرئيس اي فعلا بالصور القبيلة واقف وكفة رهيبة زين يقول عقيل السوداني خلامي لك طون حصو استمر عشتيدك في كل المجالات والتعليقات كثيرة يقول وينه 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 الله يوفق كل شخص يخدم هذا البلد علي يقول هيتش طبعا هاي التعليقات السل اللي نزلن جدد زين بالمباشر حيدر يقول ألف مبروك للرياضة العراقية طبعا تعليق من عمار يقول بالتوفيق الاتحاد العراقي لكرة القدم وعلى رأسه الكابتون عدنان درجال وعلى ناد المضغوطين صديق على ناد المضغوطين على العموم مثل ما شفتو هذا عقد وهاي التعليقات يعني طبعا حبينا نقرها شوي لايف أحدث التعليقات النازلة هذا هو كان من التوقيع بالمناسبة الحفل صار صخم ومؤتمر هاي بالبداية هاي الصبح راح ويم مجلس الوزراء وقعها وكملها وجوي بالاحتفالية والمؤتمر الصحفي وعلى حسب الأصول تيباز ذكر أدة تفاصيل تخص هذا المشروع وبالحلقات القادمة راح نفصل لكم هذا التعاقد نقطة نقطة سطر سطر شنو فائدته شنو ميزاته اللي راح تكون موجودة هذا كان موضوعنا الأول في فقرة فيس تو فيس ألا وهو موضوع التوقيع العقد مع لا لي قال اللي هو رابطة الدوري الإسباني هاي فيه ارتباس شوية البعض راح نروج على العموم هذا كان موضوعنا الأول في فقرة فيس تو فيس أما موضوعنا الثاني في هذه الفقرة موضوع مهم أيضا مهم جدا الكثير يعاني من ارتفاع سعر الأدوية الكثير يعاني من عدم وجود بعض الأدوية الكثير يعاني من راتشية مدرشون وما تنكتب وغيرها فأمور كثيرة يعاني منها أغلب الناس وزارة الصحة علنت وزارة الصحة علنت أن افتتاح منظومة وطنية للدواء تتضمن تداول الدواء بشكل آمن وسليم في القطاع الخاص وبأسعار محدودة مثل هي خطوات المواطن العراقي المواطن العراقي يصير محترم في بلده يروح يشتري علاجه يجي موجود بسعار رخيص الناس الفقرة ما عندها يفلوس علاج غالي ما عندها مين تجيب لك يعني مثلا مين تبوق تسرق شو تسوي شو تفرق بين البوق والسرقة المهم خليشوف الموضوع الأول وتفاصيله وأيضا ردود أفعال الناس يقول وزارة الصحة تعلن افتتاح المنظومة الوطنية للدواء التي تضمن تداول الدواء بشكل آمن وسليم في القطاع الخاص وبأسعار محدده تعليقات يقول أو تقول مرام تقول خلي تكون عدكم وإنسانية لأن المعنى الحقيقي الإنسان هو إنسانية والعكس هو الصحيح الجشع والطمع أما غزواني يقول خلي يعلمونهم والإنسانية وحسن التصرف مع الهواء يعانون من موضوع الإنسانية كل شو يعانون من هذا الموضوع ما أعرف يعني أطباءنا يعني هذا الموضوع بسيط الإنسانية فوق كل شيء المريض اللي يجيك هو تعبان هو مقهور هو متأذي جسدياً نفسياً مالياً يعني متأذي من كل النواحل المعاملة الحسنة اللي يسموها همه بالتعليقات الإنسانية اللي هي المعاملة الحسنة تبتسموا بوجهه هم هاي اللي يردوها هذا اللي يردو معاملة حسنة يعني صح أنت تجيك مئات عشرات الحالات المستعصية باليوم الواحد بس حاول ويكل حالة أنه أنت تكون إنساني قبل لا تكون واصف للعلاج ومشخص للحالة احتوي الشخص لأنه هو جاء لك بعد ما تعب بعد ما تأذى المريض بينه وبين الفقدان للحياة كله لهم آل فلاونزة لاحد يستهم بيها فلاونزة ممكن تقتل بشر لاحد يستهم لاحد يستهم فلاونزة ممكن تقتل كل مرض سكره يقتل البشر الضغط يقتل البشر واحد نائم قاعد الصبح كل شيء ما بيه مهيت فكل الأمراض خطيرة ممكن تؤدي إلى فقدان الإنسان فأتمنى التعامل يكون بإنسانية أكثر واتوا طبانة بعد معروفين يعني بإنسانيتكم عباسي يقول وزارة الصحة خليها بالأول توفر الأدوية للمستشفيات والمراكز الصحية وبعدين تشكل هاي المنظومة تروح للمراكز الصحية السرنجة ما تلقي حبة براسيت والما تلقي حتى المستشفيات الأدوية قليلة وتضطر تروح تشتري من الصيدليات اللي يحسب لك الدواء بضعف والسعر أحمد يقول نفس باقي القرارات بس حبر على ورق نتمنى أن لا تكون فقط حبر على ورق أبراهيم يقول كل صيدلية تبيع شكل وكل واحد يغنب كيفه لا حسيب لا رقيب والضحية المواطن والمشتكى هذا كان آخر تعليق وبخصوص موضوعنا الثاني اللي هو موضوع الأدوية موضوع المنظومة الوطنية اللي تختص ب وزارة الصحة اللي سوتها بتحديد سعر الأدوية بسعر مناسب موضوعنا الثالث والأخير في فقرة فايس تو فيس هو موضوع دراسة هاي الدراسة مضحكة مضحكة ما عرف يعني الدراسة شو تقول شو تقول الدراسة تقول إعطاء الأموال للنساء إعطاء الأموال للنساء يقلل احتمالات وفاتهن وفاتهن هاي شي نعم زينب زينب بالله هنه اضطيتهم الفلوس يعني وإحنا نموت على النطة فلوس زين شنو إحنا بس نطة لغير نفتهم إعطاء الأموال للنساء زين دراسة زين هي الحياة يعني الموت وهذا بيد رب العالمي يعني الفلوس رح تغير مثلا نفسيا ممكن نقول نفسيا شو يتغير الإنسان بس هنا بس هنا التباهي الحالة يعني يعني مثلا كل ما تريد أريد أريد يزيد عمر أطيها أشي نسال فعمي زينبالله نكره تقول الدراسة إعطاء الأموال للنساء يقلل احتمالات وفاتهن عمي قول يا الله يوميا طالعنا بدراسة جديدة بل خلنشوفكم الدراسة وخلنشوفكم أيضا التعليقات يوميا طالعنا بدراسة جديدة يومية يومية دي كافي مويت راح تشجعون أي هو هذا راح تشجعون الشسمة على الشسمة يعني الجيوب راح تفرض يا سويت الدراسة الجيوب راح تفرض آي شاء الله شاء الله الثانية الأعمار بيد الله تشينوا لا أخوي احنا ما راضين على هذه الدراسة زين لو لا ما عدنا لو دراسة ما بيها فلوس نقبل بس دراسة وبيها فلوس لا والله أخوي زين حسا دقول غدة دقول عشة دقول طلعة فرفر هوا ما فلوس والله أخوي أنا أول واحد معترض أول واحد أنا أعترض على الدراسة زين لو لا هاي الدراسة أنا أعترض عليها زين ما الفلوس هاي الأمور قلوا على صفحة شوفوا غيرها خلنا نشوف التعليقات والله هاك شوف هاي هاي النوب نوب كلها دولارات هاي هاي شينها مثلا ما راح تموت هاي غير نبتين هاي هاي عمزين العملة الوطنية قرروها حتى بعد ما كدوا لارات كله خمسة آلاف عشرة آلاف هذا هو حيدر يقول ويزيد احتمالات وفياتنا يقول هاي يقول ويزيد احتمالات وفياتنا أما هنري انت مسمي نفسك هنري انت تعرف هنري الأصلي شنو تعرف هنري من تجان يسوي شي ويحط على ريال مدري دي شي شي بال شس ما تعرف هنري زين هاي يسوي هي شي وحط على الريال طب هنوري حط على ريال مدريد ريال مدريد شو شنو صقار الفرق الاستاذ كريم بنزيمة اعتقد رحل يعني اعتقد طلع يعني شنو جماعة ريال مدريد يومية جايين خابصوا يا صقار الفرق بنزيمة وانا بنزيمة عافكم على مودة الاموال بنزيمة بنزيمة على مودة الاموال وتقولون بابي سعره غالي ليش يتطور اموال المفرض يدور ريال مدريد فلوس طبعا الصريخ والهذا بالكنترول الله يساعدنا كلهم يشجعوا ريال مدريد انا امكن اكمل الحلقة منها اطلع عشيت منها ما اطلع من الباب بس يعني شي بشي اذكر جبناه على هناري هناري كان هناري قول الخامس لو الرابع لو ثالث بالستة اثنين مين سي يمكن ثالث يمكن ثالث والخامس يعني السادس بيكي اي يمكن يمكن خامس ثالث اي شي ثاني هناري قلونا من قول على الستة وهو احنا قرأنا تعليق هناري لا لا حتى تعليق هناري ما قرأنا خطيئة المسكين يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا هيا الفلوس كل شي بالنسبة لبني آدم مو بس النسوان اي صحيح ما شاذبت استاذ مازن فوز يقول قال الله سبحانه وتعالى ولكل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون الواجب علينا كمسلمين ان لا نعترف بها كذا استاذ مازن انت مبين تدر شنو لو يقول لك نطيها الف دينار باليوم مهم لما تقفل على هاي الدراسة صالح يقول يعني احنا نشتغل على مود نزوجهن وهن يشتغل على مود ما يحتاج شنو يعني لا احنا يحتاج انك يعني فلوس هي الدراسة انت الظاهر معلق بغير مكان اخر تعليق من حيدر يقول هاي هاي كاملوها للجملة تجلط الرجال ويبقى محتار تجلط الرجال او تجلط الرجال ويبقى محتار هذا كان اخر تعليق خصوص اخر موضوع في فقرة فيست وفيست اللي هو موضوع الدراسة مشاهدين الكرام فاصل قصر فقط وخليكم يعني لحد يروح بعيد حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام اهلا ومرحبا بكم في فقرة تريند تيوب خليشوف الفيديو الاول وراه هنسولفلكم عنه الميل تزم بالتسعيره ان شاء ان شاء هذا القرار الجديد رفع مولدة لماذا؟ لان صاحبها ما ملتزم بالتسعيره خلاص هذا هو اعتقال الشخص صاحب المولدة ورفع المولدة اسأل بعض يقول الدنيا حارة مدره شنو مدره شنو موقتها يشيلون اخي اذا ما يصدر هيت قانون صارم ويبدون بواحد اثنين ثلاثة عشرين ما راح يصر لك حل انه الاخير احتيلك قرار صارم قرار صارم الدولة قرارت ان تسوي تسعيره خاصه بالاهالي المولدات الاهليه المدره المين اللي هوين بستة الاف ومين اللي هوين مدره بش قد بطن عشاليف او هذا الذهبي مدرش قد بخمسطعش مدرش قد مانزين التزموا بالتسعيره قاز يجيكم من الدولة والكهرباء ما تطفى عدد ساعات هواية ليش ما تلتزمون رفع مولدة واعتقال صاحبه في بغداد من قبل قوات الامنية وايضا الامن الوطني روح روح الله محمد وعلوياك التزم يا اخي التزم التزم هيا تسعيره التزم بيه ليش تاخذ اكثر من الناس ليش شنو السبب قل نشوف التعليقات شنو كانت يقول صالح ثامر واهل المنطقة اللي على ظلمه لا مولدة ولا وطنية لا لا ان شاء الله العشون تريد هيتش يبوق بيك يا اخوي يبوق بيك تريده تقبل الدولة سوى التسعيره لما يلتزم يندب جوه كافي متعبنه والله العظيم متعبنه سيان حسن يقول والله هاي القوانين تطبق فقط في بغداد تعالوا للحلة وشوفوا هاي المولدات لاعبين بين طوبة لا يعترفون بالتسعيره ولا بآلية التشغيل بكيف يشغل وكيف يطفي ومزاجيات بحيف من تنطفي الوطنية ورا ربع ساعة يشغل وبعض الأحيان ينطفي فيز ويشتغل فيز هم ما يشغل ولا مراقبة ولا محاسبة والوضع خربان خطيئة الحلة الى طبعا هم اللي يلقوا عليه القبض القوات الامنية وجهاز الامن الوطني الاخ حسين حسن من الحلة يقول دوله هاي جاي يسوون يقول بس ببغداد جاي تطبقون واتنفذ القوانين أتمنى قاطع الحلة من القوات الامنية بابل يعني بصورة عامة بابل خليهم شوي يسوون فرع له للمولدات إذا أبو المولدة ما يلتزم بقانون الدولة لا عد من إذا راح يلتزم عامل تزموا تزموا الدولة ما خليتلك هالجسار هالجسار وكافة خلاص تدي الموضوع عنهي تعابتنا يا أخوي تعابتنا تعابتنا زهرة الخليج تقول أحسنتم عفض الخطوة إن شاء الله تطبق في الأعظمية راغبة خاتون ها طلع بالأعظمية همينا همي شن قضيتكم أتون والله يمكن أنا جاي ساعد جهاز الامن الوطني والقوات الامنية من حيث لا أعلم الحمد لله هاي همينا به إخوان صار عدنا الحلة وصار عدنا بالأعظمية براغبة خاتون شنو بالأعظمية ليش ما تلتزمون يا هل المولدات شنو 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 فوق راسكم ريشة مثلا الناس تشتكي من عدكم جهاز الامن الوطني صار عدنا بالحلة ما يلتزمون وصار عدنا بالأعظمية مراغبة خاتون هذولة هنانا ما يلتزمون هالمولدات بعد يلا صدد تقول إن شاء الله حقيقة مو افتراء أهل المنطقة على صاحب المولدة كفاهم أهل المولدات يؤذوا المواطنين يؤذوا المواطنين تسلم يا رجال الأمن الوطني على كل إنجازاتكم اوكي اخر تعليق من عبد الرحمن يقول ليش ما يعاقبون صاحب المولدة بدال ما خلوا المنطقة كل هنائمة بالحر عاقبولك صاحب المولدة المولدة شنو ياها وشغلها هم رح يجيك واحد نفس صاحب المولدة يا أخوي شيلها من الأرق وروح بطل يجي غيرك هذا كان آخر تعليق بخصوص الفيديو الأول فيديو المولدة وأصحاب المولدات الفيديو الثاني أسايش أربيل داخلي يوم مدرب بالمنصور مدروين حس أسايش أربيل لش لازمين؟ لازمين واحد أجلكم الله عنده عنده يعني غش يغش عنده أجهزة ما الغش مع الطلاب بس شون يبيحها أجلكم الله على شكل حذاء خلوا نشوف الفيديو ماذا؟ لأبو المكتبة يقول لي أريد جهاز ما الغش يقول لي يا قياس؟ ماذا عمي؟ ماذا؟ ماذا؟ قمت تتفننون؟ أمان؟ يجيب وسوي ويربط أجلكم الله بالحذاء لكن لماذا؟ ماذا؟ 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 يا بها الطملة يا بها السلام عليكم أريد سم عمى الغش يا قياس حبيبي 43 حبيبي رحم الله ماذا؟ ماذا؟ لماذا؟ أنا أذكر أن أماما جنته متحين ويجونا بهذا المدرش يسمعها الجهاز يفتش طوط بيداني من فوق لي جوه حس النوم صارت أحذية أجلكم الله وشني؟ يعني هسا مثلا إذا طب واحد يمتحن يوقفوا بالباب مثلا وقفوا عنده عمي زحمة والله العظيم قائموا يتفننون يمكن باشر أقبل السنة جاء له الوراهة راح يزرعون بالجلد بالجسم يمكن كل شي يصير كل شي يصير هذا أنا بس لا أطيتهم فكرة دعنا نرى التعليقات لا أساسا ما أريد فكرة مني أول يزرعها هنا هذا شنو هذا اللي يفكر يزرعها هنا هذا ما يعني هذا ذكي هذا ذكي لو يقرأ ينجح ألا تقول بس من جانب ثاني هذا عند ذكاء مهارة يستحق أنه تأتنون بيه بغير ما شعتني بيه هو غشاش سارق من غشنا فليس منا شا خليش ياخذ يا قسم مسؤول قسم الحسابات خلي بوق شنو غير غشاش من غشنا فليس منا فاضل عواد علياوي يقول هذا لو بو رب ياخذون عبقري ياخذون يستفادون مني شي يستفادون مني بشنو بشنو يستفادون مني بشنو بالغش غاي يختلف عليهم هذا يتخابر وغير دولة مصطفى يقول رادلهم أخي رادلهم شنو يرادلهم يرادلهم حملة عدنة العام كماش تغش وليقينا مخلي الجهاز بالشورت النوب بالشورت صار شنو عمي؟ شنو؟ بالله ما ادري هسه هسه عمي سووا فائدة سووا لكم شغلة مثل شونا مال لمبي ممكن هم راح يصير السؤال الأولان الفرع مدعو طب قطته الجواب خلت الطلاب كلهم يكتبون ستوا والله كارثة خلي نشوف التعليقات خلي نشوف أبو مروي يقول ويقل لك تخرج وصار دكتور إذا مقضي هالغش صفا يقول الطالب ألو سلام عليكم التاجر وعليكم السلام الطالب بلاز أحمر يتجاز غش التاجر يا قياس يا قياس شنا عم صدق شدي بعد شان آخر تعليق بخصوص هذا الفيديو فيديو الغش اللي ما شاء الله أسايش أربيل ألقت القبض عليه كم شخص الفيديو اللي بعده فيديو ترند بلندن مجموعة من الشرطة ما عرفوا ويلقون القبض على واحد خلي نشوف الفيديو بالقبض نعم لا حسنا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قاموا بكم اشتركوا في القناة انت نفسك ما حاميها شون تحمي باقي الناس الظاهر بلندن هم الشرطة يعني هم عدم واسطات وهذا شون مطلتها وجرتها بلقاع طلا خنشوف التعليقات علي من النوب شوف شو مخلي أجهزة ومدرش شنو علي من خوي علي من علي من صدقت يقول شرطة كيوت علي يقول يضربون تريد باميا هو يلازم عم خلف الله على شرطتنا يضرب تريد باميا بس مو يتي مو يتي عمي هذا وين هذا هذا مدرب مين مام مين دولة بزر تكلي نسميها بزر نستي لك تسموها بزر تكليت زمان يقول لو استخدموا القوة كان صارت قضية إعلام واسود وإبيض ووي ووي ووالله المهزلة انوا نصدق كل ما نشوفه نسمع أو بش نشاء غير فيديو قدامك غير فيديو قدامك شا تصدق بعد ما هذا؟ هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الفيديو قلنا نرى هذا الفيديو الجاي عرس في داغستان لا يوجد أشكالة مدينة لعدهم لكن لا يوجد شيء ما يقدمون الواجب للأرسان؟ باعوا كافخات هاي كافخات هاي ماذا؟ ليش؟ لو واحد يشمر لو الكفخة ماذا؟ فالله علينا قبل كانت الواجب كلها دفتر وقلم فلان ابن فلان فلان ابن فلان سجل ثلاثة الاف كان الواجب ثلاثة الاف والفين دينار الآن الواجب خمسة وعشرين ألف خمسين ألف مستعش ألف أقل شيء كان وان كان الواجب قبل كلها ثلاثة الاف والفين وهذا زين؟ تأكل لك لفتين لفتين مدرب بيش قطية بيبسي زين؟ تأخذك علاقة سفري للجهال للمدرشين طلعت فلوس الواجب زين؟ هاي قد كان الواجب والله الفين ثلاثة هسه صار وين؟ صار؟ خلينا شوف تعليقات ماذا يقولون بالله على هذا الواجب؟ يقول شجاهم يقول خطية وهقوا بيهم الصقع وهقوا بيهم الصقع يقول شنو صنم؟ صنم؟ هو غير خطية شبعة أو كفخات شي سوون يعني؟ شبعة أو كفخات إذا حمروا على راسي أصلخة والله أي حمره أي إذا خمسة وعشرين اللي في صلخك على راسك يجيك خمسة وعشرين طب خمسة وعشرين طب خلي يضربك فد أربع مرات خمسة على راسك دك زين؟ هستتحصل لك مية مية وخمسة شبيك عمي؟ شن السهل فيه؟ واجب هذا؟ واجب يشطون؟ تعليق من زهرات قول جاي يهدوهم لو يذلوهم ما دري هذا كان آخر تعليق مشاهدين الكرام وصلنا إلى أقتام حلقتنا لهذا اليوم البرنامج الوسيم حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة لكم فيما الله